موسيقى 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 أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان في هذه الحلقة سأرد على سؤال يعني يروج على صفحات السوشال ميديا وطبعا كتبوا لنا عدة مرات عن هذا السؤال والسؤال هو هل حرد المسيح أتباعه على القتل؟ طبعا لا أعلم في هذه اللحظات هل أضحك أم هل أحزن؟ ولأن السؤال طبعا يعني واضح أنه مش جدي وبالأخص من الذين يروجون لهذا السؤال طبعا خليني في البداية أقول يقتبس العديد من أصدقائنا المسلمين آية قالها يسوع في بشارة تقلوقة الإصحاح التاسع والآية 27 وهي هذه الآية أما أعداء أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتبهم إلى هنا واذبحوهم قدامي فطبعا عندما تسمع لهذه الآية الأول وهلة يمكن بتكون الآية صادمة لكن السؤال متقيلة هذه الآية وما هو الظرف لقول هذه الآية وما هو صياق الحديث لهذه الآية وإلى من كان يتكلم يسوع المسيح عن هذه الآية وما هو مفهوم هذه الآية ولسيما للمعاصرين اللي عاشوا في أيام يسوع المسيح فبالطبع أخذ العديد من أحبائنا المسلمين الترويج لهذه الآية أن المسيح يدعو إلى العنف بدون أن يتعب نفسه أن يبحث أو يقرأ النص أو صياق الحديث كله ولسيما أنه سمعوا من أشخاص مثل أحمد ديدات أو نايك ذاكر فالمسلم يريد أن يهاجم بدون أن يبحث أو حتى يسأل المسيحيين عن تفسير هذه الآية فالسؤال الذي يطرح نفسه لماذا هذا التصرف وإلى ماذا تريد أن تصل في هذا الموضوع ابقوا معي أحبائي سأواصل حديث لشرح هذه الآية بعد هذا الفاصل القصير موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وما هو الظرف اللي كان بيتكلم في يسوع المسيح خلينا نبتدي من آية عشرة في لوقة تسعة عش لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك وإذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثلا لأنه كان قريبا من أورشليم وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال فقال هذا المثل مثل الأمناء في آية 12 فقال إنسان شريف الجنس ذهب إلى كرة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع فدع عشرة عبيد له وأعطاهم عشرة أمناء وقال لهم تاجروا حتى آتي وأما أهل مدينته فكانوا يبغدونه فأرسلوا وراءه صفارة قائلين لا نريد أن هذا يملك علينا ولما رجع بعدما أخذ الملك أمر أن يدعى إليه أولئك العبيد الذين أعطاهم الفضة ليعرف ما تاجر بما تاجر كل واحد فجاء الأول قائلا يا سيد مناك ربح عشرة أمناء فقال له نعم أيها العبد الصالح لأنك كنت أمينا في القليل فليكن لك سلطان على عشر مدن ثم جاء الثاني قائلا يا سيد مناك عمل خمسة أمناء فقال لهذا أيضا وكن أنت على خمس مدن ثم جاء آخر قائلا يا سيد هو ذا مناك الذي كان عندي موضوعا في منديل لأن كنت أخاف منك إذ أنت إنسان صارم تأخذ ما لم تضع وتحصد ما لم تزرع فقال له من فمك أدينك أيها العبد الشرير عرفت أني إنسان صارم أخذ ما لم أضع وأحصد ما لم أزرع فلماذا لم تضع فضتي على مائدة السيارفة فكنت متى جئت أستوفيها معربا ثم قال للحاضرين خذوا منه المنى وأعطوه للذي عنده العشرة الأمناء فقالوا له يا سيد عنده عشرة أمناء لأني أقول لكم إن كل من له يعطى ومن ليس له فالذي عنده يأخذ منه أما أعدائه هذه الآية الأخيرة أما أعدائه أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي هذه الآية التي اقتبست ويقتبسونها أحباء المسلمين بدون ما يقرأوا كل القصة ابتداء من قول المسيح بعد خلاص زكا في أريحة كان هذا الكلام في أريحة وهو صاعد منطلق إلى أور شليم قال لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب يخلص ما قد هلك وفي يحنى عشرة آية عشرة قال الصارق يعني الإرهابي لا يأتي إلا ليصرق ويذبح ويهلك أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل بعد سماع هذه الآية أيعقل إنك تنتشي الآية من نصها القانوني من صياق الحديث لجماعة كانت تسمع يسوع المسيح وتعرف عن من كان يتكلم وكانت تدرك من كلام يسوع رغم جهلهم بالموضوع وفكرة الملكود سأشرح بعد قليل ولكن كانوا بيعرفوا المقصود من هذا المثل ولكن أخذ بعض رجال الدين ومشهورين طبعاً لهم شعبية ابتدأوا يروجوا لهذه الآية وخطفوها وانتشلوها من نصها أو من سياقها لكي طبعاً يضلوا مش المسيحيين المسيحيين عارفين لأنه عارف بمن آمنت وموقن أنه يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم ولكن حتى يضل شعبه لألا يرى بعيونه فيرجع ويشفى من خطيته ويأتي إلى يسوع المسيح وهذا أشد فساداً من أي شيء آخر ممكن الإنسان يتصوره فإذن خلينا نعود لكلام يسوع المسيح فإذن مثل ما ذكرت أنه المسلم يهاجم بدون أن يبحث أو حتى يسأل المسيحيين وهذا منشوف الملايين اللي بتدخل على السوشيل ميديا بيرددوا نفس الآيات نفس الذكر بدون مش عاوز يتعب نفسه مش عاوز دقيقتان يقرأ وحتى يفهم ويدرك معنى الآية وأهميتها أنه حتى يرجع ويتوب إلى الله فقرأت القصة والقصة واضحة جداً فخلينا ندرك بعض الحقائق في هذا الموضوع أولاً أحبائي هذا مثل المسيح اتكلم يعني مثل ما منشوف في آي 11 وإذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثلاً إنه مثل والمسيح احنا بنعرف في تعليمه اتكلم وعلم بأمثال كثيرة مجرد أنك تقرأ العهد الجديد توصل إلى هذا الاستنتاج شيء تاني سياق الحديث مكتوب أحباء الآي لبعدها لأنه كان قريباً من أورشاليم طبعاً قريب من أورشاليم صعوداً إلى أورشاليم اقتربوا من أورشاليم ولحظ الآية اللي بعديها وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال يعني بكلمات أخرى كانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد يعني أن يظهر لحظ الكلمات في الحال في الحال يعني بوجود يسوع المسيح على الأرض كيف ولا رأوا المسيح يفتح عيون العمي يشبع الآلاف من خمسة أرغفة وسمكتين يهدئ الطبيعة العواصف له سلطان على الشياطين له سلطان على الطبيعة له سلطان على المرض له سلطان أن يطهر البرس وله سلطان أن يغفر الخطيئة وله سلطان أن يخلق فهذا رأوه بأم عيونهم فقالوا خلاص طالما أنه عنده هذه القوة فإذا آمنوا بملكوت المسيح أي أن المسيح الملك سوف يذهب إلى أورشاليم بحسب فكرهم يطيح بالإمبراطورية الرومانية ويؤسس مملكته على الأرض وأنه سوف يملك ويحكم من أورشاليم مع أنه قبل هذا سألوا الفرسيين المتدينين رجال الدين اليهود متى يأتي الملكوت فهو الذي أجاب وقال لا يأتي ملكوت الله بمراقبة ها إن ملكوت الله داخلكم يعني في وسطكم يعني وجود الملك وتتويج الملك يسوع هذا هو الملكوت وعلى طول أحباء بعد هذه الحادثة بعدها منقرأ عن دخول المسيح إلى أورشاليم كملك من بيت فاجي من بيت عنيا وطبعا تتميم لنبوة النبي زكريا إصحاح تسعة والآية تسعة هو ذا ملكك يأتيك عادلا وديعا راكب حمار يعني مش جاي بالسيف ولا بالحرب كما فعل المكابيين 150 سنة قبل هذا التاريخ فالمسيح وديع الذي قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم فإذن ظنوا أن يسوع المسيح ذاهب إلى أورشاليم ليطيح بالامبراطورية الرومانية شيء ثالث مرة ثانية دعونا نفهم أن المسيح عم بيوضح مثل وبيسرد مثل كامل أحبائي وهذا المثل اللي سردوا يسوع المسيح لإعلان حقيقة مهمة في غاية الأهمية هذه الحقيقة هي حقيقة لاهوتية مهمة أن يسوع أحبائي هو المخلص هو الله الظاهر بالجسد ويتكلم عن نفسه أنه الديان بحسب صياق الحديث وأنه صاعد إلى السماء وصوف يرجع ثانية ليحاسب إنها الحقيقة أي أنه إن لم تقبل الآن المسيح كمخلص وتؤمن به فلابد أن تواجهه كديان عند عودته ثانية عند عودته ثانية فإذن هذا المثل مهم جدا حتى يوضح حقيقة لاهوتية مهمة جدا شيء رابع عندما تكلم المسيح بهذا المثل إنما هي حقيقة حدثت مع الحاكم وطبعا الناس عارفة الحدث لأنه كان موجود في أريحة والمكان اللي تكلم منه يسوع المسيح قريب من قصر هيرودوس الأب الكبير وقريب من نفس القصر لابنه أرخلاوس اللي كان بيحكم اليهودية وأدوم والسامرة لأن المملكة قسمت بعد موت هيرودس الآب الكبير قسمت المملكة على أولاده الثلاثة أرخلاوس كان يحكم اليهودية وفي أيامه إذا بتتذكروا رجعت العائلة المقدسة من مصر وكانوا رايحين لليهودية ولأنه أرخلاوس كان بيحكم غيروا الاتجاه وراحوا لمدينة الناصرة لكي تتم النبوة عن يسوع أنه سيدعى ناصريا وتتم النبوة أيضا أنه من مصر دعوت ابنه فالناس اللي بتسمع يسوع وهو بيتكلم المثل عم بدور في ذهنهم الأحداث فمثلا كل ملك أو حاكم ينبغي مثل هيرودس الكبير كان لازم يروح على روما حتى يأخذ التصريح ويأخذ الملكية أوراق معتمدة التي تؤكد شرعيته ومصداقيته أنه الحاكم الشرعي وأنه الملك على كل البلاد وهكذا فعل أيضا أرخلاوس أرخلاوس ابنه طبعا مع أنه اتقسمت أردي أبو أعطاه اليهودية وأعطاه السامرة وأعطاه أدوم يعني كل المنطقة الجنوبية مع هذا ذهب إلى روما حتى يأخذ الشرعية والتصريح طبعا من أغسطس قيسر لكي يملك على اليهودية والسامرة وأدوم في نفس الوقت بحسب المؤرخ يوسيفوس بنفس الوقت أرسل شيوخ اليهود بعثة تتألف من خمسين شخص وفد إلى روما إلى قيسر وقالوا هذه العبارة لا نريد أن هذا يملك علينا نفس الكلام لا نريد أن هذا يملك علينا مع أنه شيء معروف أنه كان يعني أنه من ملكه ولكن عاوز يكون ملك عاوز يكون ملك وهكذا كانت طبعا في الأقاليم الأقاليم الرومانية مثل الجليل برية لازم يروحوا حتى يتسلموا ملكيتهم وهذا ما فعل لهذا السبب ضرب المسيح هذا المثل عن شريف الجنس بيتكلم عن نفسه عن يسوع ذهب إلى كورة بعيدة يعني ترك الأرض بموته وقيامته وصعوده ورح يجي مرة تانية للمحاسبة هذه كانت كل الفكرة من وراء المثل قالوا لا نريد أنه مثل هذا يملك علينا مع أنه لاحقا يعني معروف في تاريخ أرخلاوس كان شرس جدا وكان فاسد جدا وبطش بالعديد من اليهود ومع أنه أغسطس لم يعطيه تايتل الملك ولكن ظل الحاكم وبسبب فساده وبسبب بطشه المستمر أقالته الحكومة الرومانية يعني عزلته بالكامل ومن هاي اللحظة ابتدأوا يحطوا ولاء حكام رومان وإذا بتتذكروا بلاطوس البنطي كان نمرة خمسة نمبر فايف الحاكم الخامس كوالي على اليهودية وحكم من 26 ميلادي إلى طبعا 36 عشر سنوات حكم فيها بلاطوس بهاي الفترة حكم على المسيح بالموت طبعا المتة الأحبائي بيتكلم أنه هذا شريف الجنس أعطى بمتة 25 مكتوب وزنات يعني فيه تشابه هنا بيتكلم عن الأمناء وهذا طبعا عملة اللي هي يعني مقياس روماني للمال والمناء اللي هو عبارة عن مثل ما بيقول في القصة هون أعطاهم الفضة العبيد الذين أعطاهم الفضة يعني كانت أعلى درجة من النحاس وأقل درجة من الذهب على أي حال المثل بيتكلم عن المناء اللي هو أجرة عامل لمدة ثلاث شهور يعني المناء هي عبارة عن أجرة عامل لثلاث أشهر فطبعا هذا ما يريد أن يوضح الرب يسوع المسيح وعندما أرسلوا البعثة أغسطس رغم أنوفهم خلى أرخلاوس ولكن بسبب يعني الشكايات العديدة ضد أرخلاوس طبعا عزلوا وأقاموا من مكانته ومن حكمه يعني بدلت السلطة الرومانية بولا رومان لكي يحكموا في تلك الفترة شيء خامس وهنا أريد أن أقول يعني السؤال المهم هل حقيقة تستطيع أن تكتشف من هذه الآيات أن المسيح حرض أتباعه على القتل؟ أين قرأت هذا؟ ألم تقرأ ما قال يسوع المسيح لأتباعه؟ فإذن هذا لا يتماشى مع تعليم المسيح عن محبة الأعداء هذا لا يتماشى مع روح المسيح ثم ألم تقرأ في الإنجيل المقدس عندما كان يسوع مر في إحدى قرى السامريين ورفضوا يسوع المسيح ويعقوب ابني الرعد اغتاضاء جداً وقالوا ليسوع المسيح يا رب أتريد أن ننزل نار من السماء تحرق هؤلاء السامريين؟ طبعاً هذه ليست روح المسيح ولا تعليم المسيح قال يسوع لستما تعلماني من أي روح أنتما ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس ابن الإنسان جاء ليخلص لا ليهلك أنفس الناس ألم تقرأ عن هذا التعليم؟ ثم ماذا مع بطرس في مستان جد سماني؟ عندما استل الخنجر وقطع شحمة أذن عبد رئيس الكهنة ألم يوبخه يسوع المسيح على هذا العمل؟ قال له رد سيفك إلى غمده لأن الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون ألا أستطيع أن أطلب من أبي أن يرسل جيش من الملائكة إثنى عشرة جيشا من الملائكة وإلا كيف يتم المكتوب؟ هل هذا بعد قراءة هذه الآية المسيح يحرد أتباعه على القتل؟ أيعقل هذا؟ فطبعا يعني شيء يشابه الجنون أنهم يتهمون المسيح الكامل بلا خطية اللي علم عن المحبة والتسامح الذي قال أحب أعداءكم باركوا لعنيكم قد سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن أما أنا أقول لكم لا تجازوا أحد عن شر بشر فإذا هل تعليم المسيح لم تقرأ حقيقة؟ ولا أنت عم تقال إيد شغل علي حتى أواجه وأتهم إلا المسيحيين؟ هذا لا يتماشى مع تلق تعليم المسيح محبة الأعداء، الغفران، التسامح وعلى فكرة هذا بشهادة الأعداء مثل بلاطس وقائد المئة قبل الأصدقاء أحبائي يسوع المسيح هو مثالنا وكمالنا وجمالنا فحقيقة لم يحرد أتباعه على القتل نمرة ستة وهنا السؤال الأهم لماذا لم يقتل التلاميذ الأعداء؟ إذا أنت بتدعي أن المسيح حرض التلاميذ على قتل الأعداء فالسؤال هل التلاميذ يعني عندهم كرامة واحترام للنفس ومحبة للناس أكثر من يسوع المسيح؟ أم تمثل التلاميذ بكمال قائدهم؟ وهل حقاً استخدم التلاميذ السيف؟ عزيزي أول 200 سنة 3 ملايين شخص استشهد ليسوع المسيح ولم يستخدموا العنف ما استخدموا العنف في نشر الرسالة هؤلاء أحباء التلاميذ لم يطمعوا بالأرض لم يطمعوا بالنساء لم يطمعوا بالخيل لم يطمعوا بالسبايا لم يطمعوا بالمال أو بالغنى بل على النقيد بالعكس باعوا كل شيء ليربحوا المسيح والأغلبية الصاحقة قتلوا من أجل المسيح لقد تمثلوا بقائدهم الكامل وهذا الشيء مهم جداً أنه كل واحد يتمثل بقائده فالسؤال هل قتل المسيح؟ هل لعن المسيح؟ هل زن المسيح؟ هل اغتصب المسيح؟ هل اشتهى مقتنى غيره؟ خليك منصف خليك عادل هذا لا يفيدك بأي شيء مجرد الهجوم عم بتقود نفسك للجحيم بنفسك يعني أن تذهب إلى الجحيم انتبه انتبه من هؤلاء المضللين اللي بحاولوا ياخدوك أو يبعتوك على جهنم شيء سابع هنا ملحوظة أخرى كمان مهمة في غاية الأهمية السؤال متى سيذمح المسيح الأعداء؟ أو متى سيحاكم من الديان المسيح؟ أليس المسيح بحسب كتابك هو الديان حكماً مقصطاً؟ كمان فمن ومتى سيذبح المسيح متى سيذبح المسيح الأعداء؟ أليس عند عودته؟ فأنت على إيش قلقان عم بتنشر تعاليم ضالة مزيفة كاذبة؟ يعني الذبح مش اليوم لما برجع المسيح ممكن نقول هذه العبارة يعني بين صعود المسيح ومجيء المسيح ثانية يعني ما في أي شغل ثاني متى المقال تاجر حتى آجي يعني بكلمات أخرى بارك المسيح وكافى الأماني والاجتهاد أيوة نعم في يوم من الأيام منتظراً حتى توضع أعداء موطئاً لقدمي فإذن السؤال متى سيحكم يسوع المسيح على الأعداء؟ فإذن هذا لا يتعلق إلا عند رجوع المسيح يعني بكلمات أخرى لا حاجة أن تهتم بموضوع القتل الآن وإنك تنشر الضلالات ريلاكس مش اليوم فالمسيح بعمر ما علم عن القتل والعنف القتل والعنف والمكر هو صفات الشيطان الشيطان اللي عاوز يدمر عاوز يقتل يحرد على القتال بعدين يعني سؤال انظر إلى روح القصة والتعليم الذي تستخرج منها هل حقيقة بيتكلم هون عن القتل ولا بيتكلم عن المحاسبة طبعا في محاسبة للكنيسة للأسف يعني كتير من المسيحين لازم يتحاسبوا على عدم أمانتهم عدم محبتهم عدم شهادتهم ففي محاسبة للكنيسة ولكن من ناحية تاني مكتوب في دينونة المسيح لليهود وهي الدينونة تمت تم الخراب خراب أورشاليم بعد 37 سنة من موت المسيح دمر الهيكل تدمير كامل شامل دمرت أورشاليم ثم دمرت في سنة 132 على يد هيدريان يعني حرتها وغيرها وغير معالمها فإذن أحبائي تمت نبوة المسيح وفعلا عندما تقرأ المؤرخ يوسيفوس والكتابات الأخرى المؤرخين عن كيفية الذبح والقتل والمعاملة القاسية وما حدث في أورشاليم تقشعر لها الأبدان وكأن المسيح بيتكلم عن نبوة وتمت هذه النبوة شيء آخر أحبائي دينونة المسيح لليهود يعني لاحظ الكلام في كورونتوس 15 آية 25 لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه فإذن على المؤمن أن يعمل بين رحيل المسيح ومجيءه الثاني ولكن ماذا حدث عند المحاكمة محاكمة يسوع المسيح مع أنه بيلاتوس كان عاوز يطلقه مع أنه هيرودوس أنتيباس ما شافش أي علة ولا هيرودوس ولا زوجة هيرودوس مع كل هذا قالوا اصلبه اصلبه وعندما رأوا الضغط من بيلاتوس أنه لم أجد علة ميسكو بيلاتوس على الوطر الحساس وقالوا يعني لبيلاتوس رفضوا هذا الشريف الجنس يسوع لم يقبلوه ملكا عليه مكتوب إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه فإذا اليهود أو المعظم الأغلبية لم تقبل يسوع المسيح والشيء الثاني أبغضوا بلا سبب لكي تتم الكلمة المكتوبة في نموسهم إنهم أبغضوني بلا سبب تعرفوا أحبائي في يحنم 15 إذا تسمحوا لأقرأ بعض الآيات يحنم 15 من آية 25 أو خليني أقرأ من 22 لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية وأما الآن فليس لهم عذر في خطيتهم الذي يبغضني يبغض أبي أيضاً لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالاً لم يعملها أحد غيري لم تكن لهم خطية وأما الآن فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبي لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في نموسهم إنهم أبغضوني بلا سبب وأعتقد الذين يروجون لهذه التعليم هم أبغضوا يسوع المسيح مع إنه بيتخفوا إنهن بيحبوا المسيح ولكن لا هذه الكراهية مباشرة مواجهة ضد يسوع تبغض يسوع تبغض عمل يسوع خلاص يسوع تبغض كل ما يمثل أو يتمثل به يسوع المسيح فإذن في محاسبة للكنيسة وفي دينونة على اليهود لأنهم رفضوا قالوا لا نريد أن مثل هذا يملك علينا ليس لنا ملك إلا قيصر مع إنه اليهود يؤمن إنه الله هو الملك فتخيل حتى يدينوا يسوع اضطروا إنه يتنازلوا عن مبادئهم ويقولوا ليس لنا ملك إلا قيصر عجيب غريب الإنسان خليني أخذ مكالمي معنا باب من الجزائر أهلا وسهلا أخ باب تفضل إت معانا على الهوى سلام المسيح أخ نيزار كيف حالك أهلا وسهلا أخ باب أهلا فيك حبيبي ربنا يباركك ويبارك خدمتك أخ نيزار أنا دائما من المتابعين ومعجبين بحلقاتك الأخ نيزار ربنا يباركك ربنا يباركك تفضل أخ باب نعم أنا أود أن أقدم وأشهد عن اكتباري مع رب يسوع الأخ نيزار تفضل نعم أنا في الأول يعني أنا كنت مسلم سابق وكنت يعني أقرأ القرآن وأحفظ القرآن وأصلي في المسجد كباقي المسلمين ولكن قد أقرأ القرآن بشكل مبرمج إلى أن بدأت أقرأ القرآن بقليل من الوعي وما استوقفني هو يعني آيات القتل وآيات العنف يعني الموجودة في القرآن يعني شيء يعني هذا هو لأوقف فيها روح البحث يعني وأنا أود أن وجه رسالة للمسلمين يعني ابحث عن الرب يسوع المسيح ولكن ليس من خلال القرآن من مصدره الرئيسي اللي هو الإنجيل هناك تعرف يعني رب يسوع المسيح وتعرف محبة محبة يسوع المسيح أخباب ممكن أسألك يعني اللي أنا بفهمه منك أنه إن أنت انجذبت ليسوع المسيح لأنه بيتكلم عن المحبة أو التسامح مش آيات القتل اللي أنت كنت تقرأها في كتابك قبلا عندما كنت مسلم هذا الشيء اللي جذبك للمسيح نعم نعم لأن ما جذبني للمسيح يعني أن رسالة المسيح لم تنتشر بالعلم بل انتشرت بالمحبة يسوع المسيح لم يحمل بحياته سيف ولا حتى تلاميذه رسالة الإنجيل انتشرت فقط بالمحبة وتعتبر المسيحية الآن أكبر وأول ديانة ممتشرة في العالم كيف هذا الذي جذبني طيب لأنه يعني فيه روح الرب روح رب هناك يتعرف على يسوع المسيح وروح يسوع المسيح كما يقول يسوع المسيح في الإنجيل ليس هناك ليس ليس خلاص ليس خلاص تحت السماء إلا بيسوع برب يسوع إلا بيسوع المسيح يقول يسوع المسيح على هو الطريق والحق والحياة لا أحد يأتي إلى الآب إلا بي أمين أمين شكرا جزيلا أخباب ربنا يباركك ربنا يحميك وربنا يستخدمك تكمل رسالتك في بلدك ربنا يكون معك حبيبي شكرا جزيلا طبعا يعني هذا شاهد أنه اتغيرت حياته لأنه رفض آيات القتل والعنف وجاء إلى المسيح وطبعا والمسيحية لأنها تعلم عن المحبة والسلام أيضا مثل ما ذكرت أنه يعني خلينا نطلع على روح القصة والتعليم التي تستخرج منها شيء آخر خلينا أقول يعني قبل ما أخذ فاصل انظر إلى الثمر في حياة التلاميذ الثمر ألم يستشهد أكثر من اثنين مليون شخص فإذن ما هو تفسير هذا لم يحمل السيف وكانوا يضطهضون ويطعمون للحيوانات البرية بالملاعب الرومانية والمسارح الرومانية وكانوا يحرقون ويقتلون ويعني كانوا بيتلزز الرومان في أشد العزبات ضد المسيحيين الأوائل فهل فعلا علم المسيح أو حرد التلاميذ أتباعه على القتل ابقوا سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من عادة الملوك عندما يملك لازم يخمد أي ثورة ضده بيستخدم العنف والقساوة والشدة ولكن لم يكن هذا مع حال يسوع المسيح لأنه كان لطيفا ورحوما كان محبا ومشفقا كان يجول يصنع خير ويشف جميع المتصلة عليهم إبليس كان وديع ومتواضع هو الذي قال لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثرين وهو الذي قال ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحده نفسه لأجل أحبائه فلماذا التزوير ولماذا التحوير خليني أخد مكالمة أخرى مكالمة معنا من الأخت نهال من إنجلترا أهلا وسهلا أخت نهال سلام ونعمة يا حضرة الأسيس نزار برحب بحضرتك وبكل المشاهدين لقناة الحياة الغاليين على قلب الرب بشكر الرب جدا من أجل التعليم الكتابي النقي اللي حضرتك قدمته هنا وكل الإثباتات والأدلة والبرهين القيمة إنه لا عنف في المسيحية والحقيقة أنا من الناس اللي بقول عن نفسي إنه صعب علي أني أقتنع بأي حقيقة مهما كانت إلا إذا كان هناك أدلة مثبتة فأنا متأكدة أنه في مشاهدين كتير بيشبهوني في الصفة دي مفيش حاجة عندنا اسمها مسلمات ليه بقول كده لأن المسلمات اللي بتقدملي هعتنقها وهعلن إيماني بيها ولو كانت نتياجها تمني أكيد 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 كمان مرة هدقق وهبحث في صحتها فلو حد جاء وقال لي أنتو في دينكم ينهال العنف واضح خاصة في العهد القديم هسأله على طول طب والعهد الجديد هيقول لي لا العهد الجديد مسكور صراحة في إن الله محبة فهقوله على طول أنت مش شايف أنه ده اعتراب ضمني من حضرتك أنه الله بيتغير أنه هو إله عنيف في العهد القديم وإله محبة في العهد الجديد أكيد إجابته هتكون ليا حضرة الأسيس حاشة لأنه الله واحد ثابت منذ الأزل وإلى الأبد لا يتغير ولا يعتري ظل دوران أمال الواضح إيه في العهدين هقوله أنه الله جاوب على القضية دي مثلا في موضوع القصاص من الخطية قال في العهد القديم عين بعين وسن بسن أما أنا فأقول لكم لا تقوموا الشر بل من لضمك على حدك الأيمن فحول له الآخر أيضا يعني كان عايز يعلمنا أننا نرفع عيوننا من على تطبيق النموذ بالحرف إلى تطبيق عهد الرحمة والحنان والرقفة والنعمة وهنا عايز حضرتك يا أسيس نظار برضو سؤال بيتردد علينا كتير من إخواتنا المسلمين اللي بنحبهم من كل قلبنا وبنحترم أسئلتهم جدا في آية بتقول لا تظنوا أني جئت لو أنقض النموذ لكن جئت لا لو أنقض بل لو أكمل فياريت حضرتك تبطح لنا هل فيه أشياء معينة جاء الرب يسوع بنفسه لأنقضها وتضرب لنا أمثلة من كتاب المؤدس وآخر كلمة هاختم بها كلامي هي نصيحة ذهبية الرب مسق القلبي بيها جدا خطر 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 إياكم من أنصاف الآيات إياكم من مكر بل سامحوني جهل الناس اللي بيطلعوا الآيات من الكنتكست من السياق بتاعها ويشيروها على السوشيال ميديا أو على الفيسبوك بالذات علشان يشككوا الضعفاء ويقنعوهم أن الله عنيف أو قاسي أو ظالم أو حتى مش موجود أساسا لأ لازم تعرف يا كل مشاهد بيسمعنا النهاردة كنا أن احنا بنقول أن الله محبة هذا لا يتنافى أبدا مع قولنا أنه الله عادل فمحبته لا تلغي عدله وعدله لا ينفي محبته فهو كامل في كل صفاته وأحد الخدام وضح بمثل بسيط جدا لو فيه قادي وجاله شخصين مع بعض ظالم ومظلوم وهو بيحب الاتنين يا طرع إيه هيكون حكمه أهو نفس الكلام لو الله إله محب بس جبناله الظالم والمظلوم يا طرع عشان هو إله محب هيقول للاتنين خلاص أنا بحبكم وهعفو عنك أنت يا ظالم لأ طبعا هعفو عنكم أنت يا مظلوم هتنفع مع المظلوم لأنه هو إله محبة لكن الظالم ما خدش عقابه فبنفس الطريقة التشبيه مع الفارق الله بيحب المظلوم ونازم يكون عادل مع الظالم وهيدي له فرصة أن يرجع عليه من خطأه ويقدم له طوبة حقيقية وأكيد أكيد هيقبله والرب يبرك ربنا يباركك شكرا كتير على هذه المداخلة أخت نهال وعلى فكرة يعني لرد على سؤالك وتوضيح موضوع العنف في العهد القديم رح أكرس حلقة كاملة فعلا في البلان يعني في الخطة عاوز أشارك عنها لأنه كتير ناس عندها أفكار مغلوطة في الموضوع وكأن الله هو إله الاحتلال وإله الظلم وإله الذي يعني يقود في حملات فتحات إلى آخره ليس هذا المقصود في آيف الوصايا العشر التي تقول بكل صراحة لا تقتل ولكن اللي حدث مع إبادة شعوب كنعان هذا موضوع آخر سأخصص حلقة لماذا أباد الله شعوب كنعان ولماذا في هذا التوقيت أو في الزمن التاريخي وهل فعلا أيضا أنه شعب شعب الله في العهد القديم ألم يأخذ قصاص وعقاب ضعفين عن أي شعب آخر وكل الممارسات اللي حدثت حدثت معهم والرب أدانهم بشدة فطبعا رح نوضح هذا الموضوع لأنه الله قدوس طاهر يعني حاشة للرب يعني أنه يكون في أي شر أو أي خطية فالله ليس ضعيف ولا بغير فكره ولا رأيه مثل إحنا مسحية نؤمن في الكتاب المقدس إلهنا ثابت لا يتغير هو الإله الواحد فمشان هيك أنا يعني عم بعالج هذا السؤال بالتحديد في هذه الحلقة خليني أجي لنقطة يعني في في النهاية أو قبل النهاية نقطة كتير 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 مهمة اللي هو السؤال السؤال اللي الذي يبقى لماذا يروج رجال الدين على هذه الآية بدون النص أمثال ديدات طبعا قبل ممات وذاكر لماذا هذا سؤال كتير كتير مهم السؤال لماذا الدجل لماذا الكذب مع إنه معلوم للأسف يعني خلينا أقولها بمحبة بس هذا حقيقة في بلادنا إنه الأغلبية الصاحقة لا تقرأ ولا تتعب نفسها بالبحث يعني بكلمات أخرى سياسة القطيع كما عهدنا في الشرق أو كما هو متعارف عليه استخدم الدين كسلاح حتى تكون قوي حتى تحصل على الشعبية وحتى أيضا للأسف تحصل على المال والغنى أليس القيادات أين المثل بالقيادات لماذا كل القيادات أغنية لماذا كل القيادة السياسية أغنية بينما أغلب الشعب عم يحارب عن شيء يعني مش لقيله حتى وبنفس الوقت شعبنا مش عاوز يتعب نفسه أنه يبحث ويسأل حتى يعرف لأنه أبديتك وخلاصك متعلقة بهذا الموضوع أكيد ذاكر نايك أو ديدات أكيد قرأوا الكتاب المقدس أكيد قرأوا كله أو على الأقل الإنجيل ليه؟ لأنه هذا ضروري لأنه الفكرة أنه هدول الجماعة متخصصين بالدفاع عن إيمانهم طبعا عن طريق الهجوم فإذن إذا أنت قرأت الكتاب كونك أن تروج آية خارجة عن الصياق وعن روح وتعليم المسيح لماذا؟ فإذن أستطيع أن أستنتج أن الشخص لأنه أنا بتكلم اللي عارفين الكتاب اللي اقتبسوا هاي الآية مع أنه مثل ما شفنا سياق الحديث بختلف كليا فالسؤال ليه؟ ليه؟ على فكرة أنا بحترم كل الناس ولكن لا أحترم هؤلاء العلماء الذين يستخدمون التزوير والتحريف يعني هذا يعني أنه الشخص اللي بيستخدم هذا الأسلوب هو شخص فاسد اسمعها شخص فاسد جدا 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 أو من ناحية أخرى لأنه بيظهر ضعفك أنه لا توجد عندك الحجة ولا الدليل والقضية أنك أنت بتهاجم حتى تدافع عن عقيدتك مثلا إذا الإسلام يدعو الإسلام للقتل فأنت لازم يعني تجيب آية في الإنجيل تلبسها لإسلام وإن يسوع المسيح حتى تقول مش بس إحنا الإسلام كمان أنتوا بتدعوا القتل هل هذا حق ما فيش آية واحدة في الإنجيل في العهد الجديد تدعو إلى القتل أو العنف وطبعا إذا بتوصلوا هذا المعلومة لمستر ذاكر ممكن يتواصل معاي وخليه بتليه وأنا برد عليه من الكتاب المقدس حتى مش مش راح أستخدم آياتكو يعني لأثبت يعني آيات العنف مش راح أستخدمها ولكن واضح لأنه ضعيف جدا وفاسد جدا بيستخدم الكذب وبيستخدم الخداع وبيستخدم المكر وهذه كلها صفات الشيطان فشو اللي بيصير بيبتدي بالتزوير والتحوير والتحريف بل التخريف أيضا وهذا يقودك إلى الدينونة سمحوني يمكن شوي شديد في هذه الحلقة لأنه أبديتك متعلقة بإيمانك بالمسيح أوعى تسمع خداع هؤلاء الناس اللي عايشين غنية في قصورهم اقرأ الكتاب لماذا لا تقرأ الإنجيل آه أول جملة بقولوا لك محرف مين اللي حرفوا متى حرفه ولماذا حرفه ولمصلحة من حرفه ومن هو المستفيد من التحريف ونسخ الكتاب المقدس كانت نسخ عديدة لا حصر لها قبل الإسلام فلماذا هذا الإدعاء وهل توجد آية واحدة تثبت إنه الكتاب المقدس محرف يمكن بتقول عن بعض اليهود اللي كانوا بيسمعوا بياخدوا الكلام بيحرفوا الكلام لكن مش الكتاب ليه ليش بتفقد أبديتك وخلاصك بسبب ناس مضللة راحين على جهنم مش مبسوطين انه راحين لوحدهم لازم ياخدوا أكبر عدد ممكن من الناس معهم للتضليل وللذهاب إلى الجحيم فإذن يعني أو إنه الشخص إذا أو إنه خليني أعطي العذر ممكن يكون هذا العالم جاهل جدا وأعمى جدا لا تعرف الكتب المقدسة فأنت بتلاقي لك هاي هون وأي هناك بتحاول تستخدمها وتضرب فيها بس إذا أنت بتعمل هيك معناته أنت إنسان كافر تكفر بكتابك الذي قال وشهد عن الكتاب المقدس خليني نحكي الاقتباسات بسرعة سما هدى ونور هدى ورحمة كتاب الله كلام الله هدى للناس ألم يقل كتابك وإن كنت في شك مما أنزلناه فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك بتحط نفسك فوق تعليم المسيح يا للخسارة يا للعار يا للعار أنا بدعوك اليوم إلى التوبة مثل ما الأخ باب من الجزائر وهو يقرأ اكتشف عندما ابتدأ يقرأ بالإنجيل بس اقرأ ابتدأ يكتشف أنه لا هذا إنجيل خلاص محبة هدى نور بحول الإنسان من الظلمة إلى نور الله العجيب اتذكر أنه يوم من الأيام خلي بالك سوف تقف أمام يسوع المسيح الديان ورح تسمع صوت القضاء ليس القتل بل أصعب من القتل لأنه الناس في سفره يا جبال أسقط علينا غطينا من وجه الجالس على العرش يعني بيتمنوا الموت مكتوب بيتمنوا الموت ولا يجدوا الموت فيه يعني دينونة أصعب من هذه الدينونة بل سوف تتعذب في جهنم النار إلى أبد الأبدين على فكرة لما المسيح اتكلم مثل شبيه لهذا المثل بس هو بيسميه مثل الوزنات فيه تشابه كتير ولكن برضو فيه يعني اختلاف بين المثلين ولكن النهاية وحدة فلاحظ بالكلام في إصحاح 25 خليني أقرأ من آية 29 لأن كل من له يعطف يزداد ومن ليس له فالذي عنده يأخذ منه والعبد البطال اطرحوه إلى الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأسنان وفي مثل الأمناء يقول أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتبهم إلى هنا واذبحوهم قدامي نعم الذبحو في سنة سبعين ميلادي وطبعا كل إنسان لا يؤمن بيسوع المسيح عندما يرجع ستواجه عيناه عيناه القضاء أحبائي أنا أدعوك لتتوب إلى الله وتؤمن بيسوع لأنه مكتوب أحبائي الذي يؤمن بيسوع المسيح له حياة أبدية خليني أقرأ أيتين هيك على السريع إصحاح الثلاثة من آية تمنطعش الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوب متغاضيا عن أزمنة الجهل لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آنته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تدخل لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجاز كل واحد حسب أعماله لأن ليس عند الله محابا فإذن كيف تدعي إن المسيح يدعو للعنف مع إن آلاف آلاف عشرات الآلاف من العابرين من المسلمين انجذبوا إلى رسالة المسيح الذي علم عن المحبة والتسامح فالمسيح يحبك لا يريدك أن تهلك توب الآن وقبله مخلصا وتعال إليه وحصل على الحياء الأبدية من خلال يسوع المسيح والرب يباركك اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر